السلام عليكم درسنا عن بيعة العقبة الأولى والثانية بيعة العقبة الأولى كان صلى الله عليه وسلم يحرص على مقابلة القبائل والأفراد الذين كانوا يزورون مكة في موسم الحج ليعرض عليهم الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم في خلال التلتاشر سنة اللي كانوا فيين؟ في مكة عمر الدعوة كان؟ تلتاشر سنة في مكة وعشر في المدينة يبقى دولاً تلاتة وعشرين سنة في التلتاشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرض نفسه على القبائل والأفراد في موسم الحج موسم الحج كانت القبائل بتيجي مكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه عليهم ويقول لهم من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجن في كل موسم من موسم الحج فكان منهم من يؤمن به في منهم بسيط اللي كان بيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يعرض عنه ما كانش بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض أنه يدخل في الإسلام لكنه صلى الله عليه وسلم ثابر وصبر في خلال 13 سنة كل موسم النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس وصبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة لغاية سنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد 11 سنة يبقى في العام الحادي عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التقى ستة من شباب يثرب النبي صلى الله عليه وسلم لقى ستة شباب يعني الشباب معناها أنهما سنهم صغير مش أنهما كبار في السن من يثرب؟ يثرب اللي هو اسم المدينة قبل أن يهجر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلما النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم آمنوا الستة الستة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووعدوه بدعوة قومهم إلى الإسلام إنهم هيرجعوا لبلدهم اللي يثرب وهيدعوا قومهم إلى الإسلام في موسم الحج التالي اللي هو سنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سنة 11 التقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة سنة 12 جاء وفد من يثرب 12 رجل لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم فقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وهي منطقة بمكة وعقد معهم ما يسمى باعة العقبة الأولى والبيعة هي الاتفاق يبقى في سنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تمت باعة العقبة الأول اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع 12 واحد من يثرب في مكان اللي هو العقبة وعملوا باعة البيعة دي يعني اتفاق اتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاثناشر واحد اللي جاي من يثر الاتفاق ده البنود بتاعته ايه بنود باعة العقبة الاولى اول حاجة عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى ان يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ البيعة ان هم ما يشركوش بالله سبحانه وتعالى عدم السرق ان هم ما يسرقوش عدم الكاذب ما يجذبوش عدم عصاني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم عدم قتل الأولاد إنهم يقتلهواش أولادهم وده كانت حاجة موجودة من عادات العرف في الواقstadt يبقى بنود بايعة العقبة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم وده معنا كلمة البيعة إنهم عدم الشرك بالله عدم السرق عدم الكذب عدم عصان النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قتل الأولاد بعد ما تمت البيعة عادل 12 رجلا إلى يثر رجعه ومعهم سيدنا مصاب بن عمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هم قالوله ابعث معانا واحد يعلمنا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت معهم سيدنا مصر بن عمير وده كان أول سفير في الإسلام سفير معناه أنه هو بيروح من بلد لبلد أنه قاعد فيها علشان يكون مندوب عن مين عن البلد أو عن الجهة اللي هو ده معنى كلمة سفير فكان سيدنا مصر بن عمير رضي الله عنه هو أول سفير رايح من عند النبي صلى الله عليه وسلم ليثرب علشان يعلمهم الإسلام الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لو سيدنا مصعب لتعليمهم أمور دينهم وللدعوة إلى الإسلام فكان أول سفير في الإسلام وأصبح هؤلاء الرجال سببا في إسلام المزيد من أهل يثر بعد كده بدأ ينتشر الإسلام وبدأ لا يخلو بيت من بيوت يثرب إلا وفيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في مجموعات تدخل في الإسلام باعة العقبة الثانية يبقى باعة العقبة الأولى كانت في سنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم طب بيئة العقبة الثانية كانت في سنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في سنة في موسم الحج التالي بالسنة الثالثة عشر من البعثة بعد عموح من بيئة العقبة الأولى اللي كان فيها كان بيئة العقبة الأولى كان فيها 12 جاء إلى مكة 73 رجلا وامرأتا بيئة العقبة الثانية كان فيها 73 رجل ومعهم امرأتين من أهل يثرب للقائه صلى الله عليه وسلم ومبايعت وتم الاجتماع ليلا بالعقبة في سرية تم برضو اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم معهم في العقبة وعمل بيعة اللي هو اتفاق البنوت بتاعتها ايه؟ السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الانفاق في سبيل الله نم ينفق في سبيل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نم يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فيما بينهم قول الحق نم يقول الحق ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه دي البنوت هذا ما تعهد به وفد يثرب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مقابل التزامهم بالبيع يعني النبي صلى الله عليه وسلم البيعة إنهم التزامهم بالبيعة داء تمن البيعة دي اللي هي الجنة ومن هنا تم تسمية أهل اليثرب الأنصار بدأ التسمية بتاعتهم اللي هم الأنصار يعني الذين آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرتهم له صلى الله عليه وسلم فقد بايعوه وبذلوا أرواحهم وأموالهم من أجل نصرة الإسلام يبقى باعة العقبة الأولى كانت في سنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها كام 12 رجل من أهل يثر بعد كده في سنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تمت باعة العقبة الثانية وكانوا 73 رجل وامرأتان وتمت البيع الأولى والثانية في العقبة 12 نقيبا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الوفد اللي هو بعد باعة العقبة الثانية اللهم الثلاثة وسبعين رجل طلب منهم أنهم يختاروا اتناشر رجل منهم علشان يكونوا نقباء على قومه يعني كبراء في القوم لنشر الدعوة بالمدينة وإلزام من أسلم ببنود البيعة علشان يكونوا نقباء يعني يكونوا مسؤولين قدام النبي صلى الله عليه وسلم ببنود البيعة وإلزام من بايعوا بايه ببنود البيعة وهكذا ما هدت أحداث المرحلة السابقة لهجراته صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا في مكة قعد 13 سنة طب احنا منتكلم في باية العقبة الثانية أن هي في سنة كام؟ 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص السنوات بتاعت مكة هتنتهي وهيبدأ في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهيبدأ العام الهجري الأول اللي هنبدأ نقول سنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحداث ذي كلها مهدت لمرحلة أنه خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكان هيستطيع النبي أنه هو يروح له اللي هي يثرب وبعد كده هتسمى المدينة ساعت ما يهاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم وبقى فيه مجموعة آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومستعدة أن هي تبذل كل حاجة فلوس تبذل أرواحها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم الأنصار هكذا ما هدت أحداث المرحلة السابقة لهجرة صلى الله عليه وسلم هو والمسلمين اللي هم المهاجرين إلى المدين حيث رحب أهلها بهم اللي هم الأنصار وذلك بعد معاناة دامة 13 عاماً اللهم 13 سنة في مكة تعرض فيها صلى الله عليه وسلم والمسلمون لجميع أنواع التعذيب والإضطهاد على أيدي كفار قريج نشاط رقم واحد رتب الأحداث طبقاً لتسلسلها الزمني أول حاجة التقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة من شباب ياثر بعد كده في العام الثاني عشر من البعثة جاء 12 رجلاً من ياثر باللقاء النبي صلى الله عليه وسلم تمت باية العقبة الأولى في العام الثاني عشر من البعثة بعد كده بعت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا نصى بن عمير علشان ينشر الإسلام في المدينة بعد سنة 12 من بعثة النبي جاء سنة 13 على طول جاء إلى مكة 73 رجلاً ومرأتان من أهل يثرب للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومباعته لها باية العقبة الثانية كلف النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلاً بنشر الدعوة اللي هم اللي اتنشر نقيب في المدينة وإلزام من أسلم ببنود البيعة نشط رقم اتنين اكتب صواب أو خطأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بنود باية العقبة الأولى الإجابة خطأ من بنود باية العقبة الثانية تمت باية العقبة الثانية بعد عام واحد من باية العقبة الأولى الإجابة صحيح مصعب بن عمي رضي الله عنه أول سفير في الإسلام الإجابة صحيحة تمت باية العقبة الثانية في شعب أبي طالب لا تمت البيعتين تموا فين في العقبة اختار النبي صلى الله عليه وسلم 15 نقيباً لنشر الإسلام في المدينة الإجابة خطأ هم 12 نقيب نشاط رقم 3 أكمل جمع الأتي مما تعلمت اختار النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيباً من وفد يثرب بغرض إلزام من أسلم بنود البيعة ونشر الإسلام في المدينة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بوفد يثرب في منطقة العقبة سمي أهل يثرب الأنصار لأنهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته